انابى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة لافتتاح اعمال منتدى استثمر في البحرين 2015 الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في نسخته العاشرة بمركز البحرين الدولي للمعارضي والمؤتمرات وقد شهد المنتدى حضور أكثر من ألف مشارك وحوالي 120 جناحا للشركات والمؤسسات في تقديم عروض لفرص استثمارية في مجال الصناعات المعرفية وقطاع الاتصالات والإمكانيات اللوجستية وقطاع الألمنيوم وقطاع الصناعات الغذائية والمشاريع الاستراتيجية وقد أعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة عن شكره لسمو رئيس الوزراء على تكليفه بافتتاح أعمال هذا المنتدى الذي يعد داعما رئيسيا لقصة نجاح المسيرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة وأشار معالي إلى أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه البحرين ثقة كبيرة من قبل المستثمرين العاملين في كافة المجالات نسيجم التجارية والصناعية وذلك بفضل ما تتمتع به من قاعدة راسخة وثابتة عززتها الأسس التنظيمية والإدارية والتشريعية التي تواكب المتغيرات وظروف وأشار معالي إلى حرص الحكومة الموقرة على تحديث وتطوير واستكمال بنيتها التشريعية وذلك عبر إصدار حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله مؤخرا مجموعة من المراسيم بقوانين بصفة الاستعجال التي جاءت لتكفل تعزيز المناخ وتوفير البيئة المتكاملة لإقامة مختلف المشاريع التجارية والصناعية الهدفة وأضاف معالي إلى أن تنامي حجم الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى مملكة البحرين في العام 2014 بنحو 957 مليون دولار يعكس الرؤية الثاقبة التي تبنتها حكومة مملكة البحرين حتى باتت تعرف بأنها واحدة من أكثر اقتصادات دول المنطقة تحررا وانفتاحا على العالم وجدد معالي الشيخ خالد بن عبدالله تأكيده على المشاريع الحيوية والاستراتيجية الكبرى التي ستقبل عليها المملكة سواء تلك الممولة من الميزانية العامة للدولة وبرنامج التنمية الخليجية أو تلك الممولة من القطاع الخاص كمواصلة العمل على تقديم خدمات اسكانية متميزة عبر المدن الجديدة التي تنفذها وزارة الاسكان إلى جانب خدمات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية ومشروع تطوير مطار البحرين الدولي فضلا عن مشروع إنشاء خط الصهر السادس التابع لشركة ألمنيوم البحرين ألبا والجهود القائمة لتطوير المنطقة الجنوبية من جانبه رفع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سيد زايد بن راشد الزياني خالص الشكر والامتنان والتقدير لسمو رئيس الوزراء على رعاية سموه الدائمة واهتمامه بالمنتدى الذي تسعى الوزارة إلى الدفع قدما بالعلاقات والمصالح المشتركة بين قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة والاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد مملكة البحرين مؤكدا سعي الوزارة إلى إنشاء شركات ناجحة ومثمرة للجميع والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرح في عدد من القطاعات وقد قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض الذي أقيم على هامش المنتدى والذي تم تخصيصه لصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تجسيدا لرؤية واستراتيجية الوزارة المتمثلة في دعم وتطوير هذا القطاع والذي تفوق نسبته 90% من المشروعات الصناعية القائمة في مملكة البحرين